السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكضوتنا وشفعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثرة الاستغفار من أعظم أسباب جلب الخير في الدنيا والآخرة فعلا بجد ولذلك كان سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الاستغفار كان يستغفر الله ويتوب إليه في اليوم والليلة في رواية البخاري كان يتوب في اليوم والليلة أكثر من سبعين مرة في رواية مسلم كان يتوب واستغفر الله عز وجل في اليوم والليلة مئة مرة وهو الذي غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر مع إن النبي صلى الله عليه وسلم هو المعصوم يعني لا في ذنب قديم ولا في ذنب حديث ما فيش أي ازنوب أصلا ومع ذلك كان يكثر من الاستغفار ليعلم الأمة كيف يكثرون من الاستغفار ولذلك المولى عز وجل بيوضح لنا ثمرت الاستغفار على لسان نبي الله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام فيقول جل وعلا حاكيا على لسان نوح عليه السلام فكلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بضرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا ما لكم لا ترجون لله وقارا ولذلك جاء رجل إلى الحسن البصري رحمه الله رحمة واسعة فقال له يا حسن لقد أجدبت الأرض عندنا الأرض خلاص نشفت من قلة المية وما بتطلعش زرع قال استغفروا ربكم جاء له واحد تاني قال له يا حسن إني فقير فادع الله أن يوسع علي قال أكثر من الاستغفار استغفر الله جاء له واحد تالت قال له يا حسن بقالي سنين طويلة متجوز ولم أنجب حتى هذه اللحظة فادعوا الله لي أن يرزقني بالذورية الصالحة قال أكثر من الاستغفار فبعد ما مش الرجل ده قال له هو كل واحد يسألك عن حاجة يا حسن ما تقولش غير الاستغفار قال أما سامعتم قول المولى عز وجل على لسان النبي الله نوح عليه السلام فكلتوا استغفروا ربكم إنه كان غفارا خذوا السماء رب بقى يرسل السماء عليكم مضرارا قدي الأرض تعال جتا تمام كده ويمددكم بأموال قدي الفقير اغتنى وبانين قدي لما بيخلفش ربنا رزقه بالأولاد واللي ما تجوزي برضو ربنا يرزقه بالزوجة واللي ما تجوزيش ربنا يرزقها بالزوج ليه لأن الأولاد هيجوا منين مش هيجوا من الزواج إذن فالآية تتضمن تيسير الزواج بالاستغفار بفضل الله سبحانه وتعالى وتتضمن الخلفة الذرية الصالحة وتتضمن أيضا الرزق بالمطر والرزق بالمال كل هذا بفضل الله سبحانه وتعالى غير بقى أن الاستغفار بيكون سبب في مغفرة الذنوب بفضل الله سبحانه وتعالى فممكن يكون الإنسان محروم من بعض الأشياء في الدنيا أو مغضوب عليه عيازا بالله بسبب ذنوب معانا فلما يستغفر ربنا سبحانه وتعالى يمحو عنه تلك الذنوب فيخلى بينه وبين خير الدنيا والآخرة بفضل الله سبحانه وتعالى والحقيقة المولى عز وجل بيوضح لنا في كتابه ان كان فيه نوعين من الامان للبشر انتوا عارفين ان كان قبل بعثة النبي محمد بتصلى عليه صلى الله عليه وسلم كان اي امة تكفر بنبيها كان ربنا سبحانه وتعالى بيصلت عليها عذاب الاستقصال ان يستأصل الامة الكفر الذين كفروا من هذه الامة كان يستأصلهم وببعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم رفع الله عذاب الاستقصال عن الارض الله اكبر كيف اديه قال جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم الله اكبر وانت فيهم يا محمد صلى الله عليه وسلم طول ما انت موجود فلا يمكن يكون فيه عذاب الاستقصال طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم فربنا بيقول ايه وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون يبقى طول ما انت موجود ربنا سبحانه وتعالى لا يجعل هناك اي عذاب استقصال حتى للامم الكافرة طيب مات النبي صلى الله عليه وسلم يكون الامان التاني هو كثرة الاستغفار وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيوضح لنا قد ايه ان احنا هنسعد ونفرح ونعيش اجمل ايام حياتنا في الدنيا بل وفي الاخرة اذا اكثرنا من الاستغفار قال صلى الله عليه وسلم كما عند البيعي باسناد حسن من احب ان تصره صحيفته يوم القيامة فليكثر فيها من الاستغفار ليه يا حبيبي انا جاي بزنوب قد كده فلما اكثر من الاستغفار الاستغفار ده يمحو الذنوب بفضل الله سبحانه وتعالى فهاجي يوم الايامة الاء الزنب مكتوب في الصحيفة وكما كتوب جنبها وقد غفر له ليه لان انا استغفرت بفضل الله سبحانه وتعالى والحديث التاني رواب ابن ماجه بسند صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم قال طوبة لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا طوبة ما هي طوبة حبيبي طوبة كما وضحها النبي في رواية احمد بسند صحيح هي شجرة في الجنة يسير الراكب المسرع تحت ظلها مئة عام لا يقطعها يتشقق منها ثياب اهل الجنة بتتفصل من شجر الطوبة الثياب التي سنلبسها في الجنة بفضل الله سبحانه وتعالى الحديث الذي يعني والله العظيم لا يخطر على قلب بشر شيء عجيب جدا حديث رواب الحاكم باسناد حسن ان النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الشيطان وعزتك يا رب لا ابرح اغوي عبادك ما دامت ارواحهم في اجسادهم انا هفضل اغوي عبادك طول ما هم عايشين طول ما ارواحهم ملئة في اجسادهم فاذا بالحق سبحانه وتعالى الذي قال ورحمتي واسعت كل شيء فاذا بالحق سبحانه وتعالى يقول وعزتي وجلالي لا ابرح يعني لا ازال لا ابرح اغفر لهم ما استغفروني يعني انت هتوعد تغويهم هم لو استغفروني فانا ساغفر لهم هكذا يكون الله عز وجل في الحديث الكدسي واختم بهذا الحديث ان المولى عز وجل كما عند الترمذي باسناد حسن في الحديث الكدسي بيحفزنا على كثرة التوبة والاستغفار مهما كانت زنوبنا قال جل وعلا يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي ليه ما قالش يا مسلم او يا مؤمن او يا عبد الله ويستخيم المعنى لكن قال يا ابن ادم ليه يا اني ابن ادم عليه السلام ابو البشر عصى الله عز وجل واكل من الشجرة فلما تاب تاب الله عز وجل عليه فكأن المولى عز وجل يقول ابوكم ادم عليه السلام عصاني فلما تاب تبت علي وأنت ابن ادم ولست معصوما هتزنب وهتوعف معصية فتب كما تاب ابوك حتى اتوب عليك كما تبت على ابيك الله اكبر شوف المعنى الجميل يبقى يا ابن ادم انك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي طب يا رب فينا الزنوب ها اكتر يا ابن ادم لسا بيت الحديث يا ابن ادم لو بلغت ذنوبك عنانا السماء ثم استغفرتني غفرت لك على ما كان منك ولا ابالي يا ابن ادم لو اتيتني بقراب الارض خطايا يعني بقرب ما يملأ الارض من الذنوب والخطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئة لا اتيتك بقرابها مغفرة اختم بقى المقطع ده حبيبي بين بعض الناس بتسأل طب يا شيخ محمود ايه اعظم صيغ الاستغفار استغفر ربنا ازاي يكفيك ان تقول استغفر الله لكن اعظم صيغ الاستغفار نوعين الصيغة الاولى ان تقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لو قلت ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من قال ذلك غفرت ذنوب وان كان قد فر من الزحف الله اكبر يبا تقول استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه ولكن اعظم صيغ الاستغفار للنبي سماه سيد الاستغفار كما ورد عند البخاري ان تقول اللهم انت ربي خلقتني وانا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت لو كلت سيد الاستغفار بالليل ومت تكون من أهل الجنة ولو قلت بالنهار ومت تكون من أهل الجنة بوعد الصادق الذي لا ينطق عن الهوى صلى الله عليه وسلم بالله عليكم أكثر من الاستغفار اللهم صلي وسلم وبارك على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته